مرحبا اليوم رح نتعرف سويا على علاقة ثلاثية تجمع مبان مستوردي السيارات ولجنة المال والموازنة ووزارة المال رح تقولولي اه وشو خاص الجمارك بالموضوع اه بسيطة كيف لا تعرفوا ان المجلس الدستوري كمان مشارك مال زي بس ما انا هقول لك الجاي طب هدا يا سيدي هنوا عم يعملوا الموازنة من حيث لا ندري او ندري بيناتنا بينضاف بند بقول بان السيارات المايلد هايبرد مع فيه بنسبة 80 بالمية من الجمارك و70 بالمية من التسجيل طبعا انتوا عم تسألوا هلأ شو يعني مايلد هايبرد هو بالمبدأ وحرصا على البيئة وللتشجيع على التخفيف من استخدام الوقود قرر المشرع الاعفاء الجمركي للسيارات الهايبرد يعني اللي قوة الدفع فيها تقوم على مزيج من الكهرباء والوقود طب شو المايلد هايبرد؟ يعني هايبرد على الخفيف لاشي؟ هلأ من حيث المبدأ نحنا ما بنعرف بشكل حاسم مين هي القوات المظلية يلي هبطت على الموازنة بهيدا الاعفاء للسيارات الهايبرد على الخفيف هل هي لجنة المال والموازنة؟ هل هي وزارة المال؟ ما بنعرف الأكيدين منه انه هاي المادة كانت من بين المواد يلي طم الطعم فيها أمام المجلس الدستوري الذي قرر تعليق العمل فيها ريثما يبط فيها ولهاك ضروري نشرح للمجلس الدستوري ملابسات هيدا الفيلم الهندي يلي اسمه اعفاء سيارات المايلد هايبرد ومنبلش من جارة الهند باكستان يلي كانت السلطات الجمركية فيها حاسمي لجهة تصنيف السيارات المايلد هايبرد على انه سيارات وقود بناء على شو؟ بناء على التوصيف والتحديد يلي بتعمل المنظم العالمي للجمارك بشكل دوري في شي اسمه النظام المنصق او الهارمونيس سيستم ويلي بيعطي رأم لكل سلعة حتى يكون هيدا الرأم معتمد بكل جمارك العالم والمنظم العالمي للجمارك قررت انه سيارات المايلد هايبرد على انه سيارات تقع تحت تصنيف سيارات الوقود لاش؟ لانه المساهم الكهربائي فيها بقوة الدفع دون المستوى المطلوب ولهاك بامريكا تصنيفه على انه سيارات وقود بجزر الميريشوس كمان تصنيفه على انه سيارات وقود وكرمال هاك اوصل يوروبيان انفيرومنتل ايكوناميك اكاونت باعتبار السيارات المايلد هايبرد على انه سيارات غير صديقة للبيئة لان استهلاقها للوقود عالي الا في لبنان في مين ارر القفص فوق المجلس الاعلى للجمارك وتصنيف السيارات المايلد هايبرد على انه سيارات صديقة للبيئة لاعفاءها من الرسوم الجمهوركية وهي فيهن الاغنية بالبلد يشتروا سياراتهم بلا ما يدفعوا جمارك وطغور البيئة والمصلحة العامة في ستين داية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة